بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد اللهم أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك يا ربنا عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وبعد أحبتي في الله فأرحب بكم في الدرس الثامن والعشرين بعد المئة الأولى من دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به آمين 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 ولازلنا أحبتي في الله في كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات ودخلنا في الباب السابع والسبعين وهو باب دعاء الاستخارة وذكرنا الحديث الأول وشرحنا ألفاظه وبينا اختلاف الروايات فيه والصحابة الذين رووا هذا الحديث وللبركة نعيد هذا الحديث حتى يسهل حفظه على الإخوة المستمعين قال روين في صحيح البخاري عن جابر وين عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن تعلام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته هنا أيها الأحبة بعد أن ذكر الإمام النووي هذا الحديث وقبل أن يذكر الأحاديث التي بعده فيما يتعلق بالاستخارة يقول قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء إذن حكمها الاستحباب الاستخارة حكمها الاستحباب لكن الاستحباب يكون بصلاة الركعتين كما قال جاء في الحديث ركعتين من غير الفريضة والدعاء المذكور قال وتكون الصلاة ركعتين من النافلة من النافلة قلنا أفضل درجة حكينا أسبوع الدرس الماضي أفضل مرتبة من مراتب الاستخارة أنك تصدر ركعتين خاصة قال والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وحقيقة اختيار هاتين السورتين زي ما ذكرنا في الدرس مش الماضي اللي قبل الماضي أنه الاستخارة جاءت تشريعا ليطرد وليلغي ما كان عليه الجاهلية ما كان عليه العرب الجاهلية من الاستخسام بالأسلام ومن التطير بالطيور وما إلى ذلك وتكلمنا عن هذا بإسهاب فهنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد يعني اختيار هذه السورة تحديدا طبعا هي سنة اختيار هذه السورة لأنه إحنا لا نفعل ما يفعل الكافرون من التطير ولا نفعل ما بالاستخسام بالأسلام وعندما في الرقعة الثانية قال ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد كمان ليش سورة الإخلاص لأنه يبين لك أن الله عز وجل هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده وهو القادر على أن يبين لك طريق الخير والشر لا الأسلام ولا الطيور ولهذا يعني في حكمة من اختيار هاتين السورتين يقول ولو تعذرت عليه الصلاة ولو تعذرت عليه الصلاة استخارة بالدعاء يعني واحد ماشي انتقد وضوءه رايح بد يروح على وظيفة أو على عمل أو على زواج انتقد وضوءه ما بقدر يصل الاستخارة يدعو الدعاء أو انه كان ماشي بد يروح على ونحن قلنا انه فيها مراتب منها الدعاء وحده قال فإن تعذرت ولو تعذرت عليه الصلاة استخارة بالدعاء وحده يقول ويستحب يقول الإمام يكمل ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين حكينا هذا الحكي بالدرس قبل ثلاثة أربعة أو أربعة دروس انه اي دعاء بدك تدعو لا تجعلوني كقدح الراكب يعني ما تصلي على النبي أثناء الدعاء قدح الراكب يعني بيستعمله بيضبه لا صلاة عن النبي ما فيها على مدار الوقت بتغذلك تصلي على النبي فيها تفريج الكربات الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولهذا جاء في كل دعاء ابدأه بالحمد لله والصلاة على رسوله وتوسطه بالحمد لله والصلاة على رسوله ثم اختمه بهذا ولهذا قال ويستحبه أن تبدأ الدعاء وأن تختمه بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد يقول إمامنا النووي يكمل ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح طبعا ذكرنا أن هذا من العام المخصوص فيه فيه تخصيص ولهذا لا يستخير في المحرمات أزني ولا ما أزني أسرق ولا ما أسرق ولا يستخير في الواجبات في الواجب المضيق تكلمنا المقصود يستخير في الأمور كلها في الأمور العادية أو العبادات التي وقتها موسعة كما نص علي هذا الحديث الصحيح وإذا استخار مضى بعد لما ينشرح له صدره والله أعلم أيوة هنا في أحبتي في نقطة زمان وإحنا صغار بقول لك بتصلي الاشتخارة قبل ما تنام وبتشوف بمنامك إيشي إذا كانت الفعل إذا الله عز وجل بده يسر لك هذا الأمر بتشوف بالمنام أو إذا بتشوف بالمنام شيء مزعج بتباعد المنام ما إلو علاقة بالاستخارة الاستخارة لا علاقة لها بالمنام إذا صليت الاستخارة قبل ما تنام ورأيت في المنام رؤية تبشرك رؤية تسرك هذا فضل على فضل ونور على نور لكن ليس بالضرورة ليس بالضرورة أن ترى شيئا في المنام وإنما يكفي أن ينشرح صدرك بمثل هذا مثلا في وظيفة في وظيفة طلبوا عدم محكمية وطلبوا شهادة ميلاد وطلبوا جواز سفر وطلبوا طلبوا طلبوا وطلبوا على الإنترنت لما يقولوا يعني انتهت تقديم خلص ربي يسر الخير انتهى ما في داعي أنك تشوف شيء بالمنام ولهذا يمضي لما ينشي يأخذ بالأسباب كاملة يأخذ بالأسباب كاملة إذا مشت الأمور مشت هاي الله يباسمي يستملك لكن إذا عصلجت خربت السيارة حصل موقف ما لم يعجبك من خطيبتك من خطيبتك أو من أهلها أو من أحد أفراد أسرتها ورأيت أنك تترك الموضوع خلاص تترك الموضوع موضوع أنك ترى شيء في المنام هذا ليس له علاقة بموضوع الاستخارة زمان كان يقولون أنه أنت بتعمل الاستخارة وبتنام وسترى في المنام لا ممكن ترى في المنام هذه ولاية كرامة من الله سبحانه وتعالى أن ترى في المنام ما يشرح صدرك لهذا الفعل وممكن ما ترى شيئا يصدك عن هذا الفعل يعني مثلا صديقي مثلا على سبيل المثال صديقي قال لي والله في عروس فيه بنت تفلانية كويسة وما شاء الله عنها بالمنام رأيت أنه هذا الصديق نفسه بعطيك مصحف بعطيك مصحف أو بتجيب لك جنينة زمزم والله هذه الرؤية مبشرة مبشرة بس مش بالضرورة مش بالضرورة أن ترى في المنام ما يشرح صدرك أو يصدك عن هذا الفعل ما إلى لقى أنت تقوم بالأسباب كاملة تدعو وزي ما قلنا مراتب الاستخارة كثيرة تدعو بما شئت تدعو عفوا بهذا الدعاء الوارد تدعو بالدعاء الذي بينه لنا أو هذه الرواية عن جابر طبعا أو غيرها من الروايات الصحيحة التي وردت قلنا وردت عن كثير من الصحابة عن أبي هريرة وبي سعيد الخدري وعبد الله أبي مسعود وعبد الله أبي عبد وردت عن كثير من الصحابة بعد صلاة ركعتين مخصوصتين بعد صلاة الرواتب سنة الفجر سنة الضحى سنة أي ركعتين نافلة أقصد الرواتب وغيرها زي تحيط المسجد والضحى وما إلى ذلك ثم تدعو الله عز وجل بدون صلاة أو بعد صلاة الفرد وما شرح الله صدرك وما شرح الله له صدرك تمشي فيه والله تعالى أعلم هنا انتهى إما من النوو ومبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع موضوع الاستخارة والآن أتى إلى الحديث الثاني وورقه 304 من أحاديث الأذكار قال وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف طبعا ومبدأ وقاعدة النووي في الأحاديث الضعيفة أنه يقبل فيها في هضاء الأعمال وهذه فضيلة سنة سنة الاستخارة معروف هذا الحديث الأول حديث جابر صحيح هذا الحديث في اختصار كبير اختصار واضح قال بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خر لي واختر لي ما أحلها الكلمات وما أجملها دعاء خفيف لطيف طبعا هذا نوصي به العفوانا صوتي تعباني شوين هذا الحديث نوصي به وانت داخل على المقابلة وانت داخل على المقابلة وانت داخل عندنا سائبك وانت داخل عندنا سائبك قاعد تشرب قاعد عندهم فيش داعي تصلي ركعتين وتبعد ساعة في حديث جابر طول خلاص اللهم خر لي يعني يا رب واختر لي يا رب انت بين للخير يا رب انت بين لي الخير ما في داعي يعني حسب حسب الموقف ولهذا باختصار اللهم خر لي واختر لي أي فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث زبدت وخلاصت ومختصر ما جاء في حديث جابر السابق على الرغم من ضعفه لكن لا بأس بالعمل به نقول احفظوها لازم تحفظوا الحديث الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يعلمنا الاستخارة كالسورة من القرآن يعني زي ما علمك أبوك الفاتحة زي ما تعلمت الفاتحة شانت صلي فيها هذا الحديث لأنه لا بد أن تعترضك أمور شراء سيارة وظيفة شغل زواج عمار بيت بيع شيء بيع أقار وما إلى ذلك فلذلك تقول اللهم خر لي واختر لي ممكن تضيف أي عبارة اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم يسر لنا الخير إيش ما بدك من أي العبارات التي تفيد أنك تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى فلا بأس بها أما الحديث الثالث من أحاديث باب الاستخارة وهو الحديث رقم 305 من أحاديث الأذكار قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس لما يقول أنس يعني أنس بن مالك في غير أنس بس قال صاد أنس ربيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وربيب أبي طلحة بنفس الوقت أمه أم سليم قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات وهذا يؤيد ما قلناه سابقا والله أنا بدي أروح أخطب بنت يا أخي بعد كل ركعتين قيام ليل أدعو الله بالاستخار صليت سنة الوضوء أدعو الله بالاستخار تحية المسجد أدعو الله بالاستخار سنة الفجر أدعو الله بالاستخار الآن هذا الحديث الذي يضيفه سيدنا أنس وإنت رايح على الجماعة ادعو الله بالإستخارة وإنت بالسيارة ادعو الله بالإستخارة وإنت تدق الباب عليهم ادعو الله بالإستخارة قدرت تصلي ركتين صلي ركتين ما قدرت تصلي ركتين هنا يقول فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك ارتحت ولا مرتحد نؤكد ما في علاقة للموضوع بالنوم ولا بالرؤى ولا بالأحلام ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه سناده غريب فيه من لا أعرفهم بمعنى أن الحديث فيه ضعف لكن كما ذكرت يكفينا الحديث الأول في موضوعات الاستخارة لأن الحديث الأول مروح عن عدد من الصحابة الشامل يشمل كل ما قيل ما زاد عنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه يكرر الاستخارة وهو ما قلناه في الدروس السابقة من أن الأكمل أن تصلي الاستخارة بعد رقعتين خاصتين بعد صلاة السنة الراتبة وغير الراتبة بعد صلاة الفريضة وأن تدعو بالدعاء المبارك هذا دون أن يكون هناك صلاة والأمر الذي نؤكد فيه على إخواننا أن النوم ما إلو علاقة الأحلام ما إلها علاقة بالاستخارة تأخذ بالأسباب جميعها بدك تروح تقدم وظيفة بتعمل لوراق وبتسوي الشهادات وبتصدق اللي بده تصديق وبتجيب ورقة من المختار وبتجيب ورقة من عدم محكمية كذا تعمل بالأسباب تيسرت تيسرت ما تيسرت قول يا رب الحمد لله الخيرة في مختاره الله وينبغي إن تيسر الأمر أو لم يتيسر أن ترضى أن ترضى كثير من الناس قول والله يعني أنا قدمت لوظيفة قدمت لوظيفة وصليت استخارة ومات يسرت بعد أسبوع يجيتني وظيفة براتب ضعف الراتب الأول ما بتدري ربما منعك ليعطيك كما قال القائل وربما أعطاك ليمنعك فيمكن ربنا حرمك هذه الفتاة ليعطيك أفضل منها ربما ربنا حرمك هذه الوظيفة والله صارت معي شخصيا صارت معي شخصيا تقدمت في بعض الوظائف في ناس عنه مواسطات أخذ الوظيفة مني والله جاءت لي وظيفة بعدها بأقل يعني فترة بسيطة الحمد لله الراتب فيها ضعف راتب الوظيفة الأولى ولا تدري أين الخير ولا تدري ما الذي يجسره الله سبحانه وتعالى لك بهذا نكون أحبتي في الله قد انتهينا من موضوع أبواب بدأنا في كتاب الأمور العارضات انتهينا من هذا طبعا هذا الباب فيه باب الكتاب فيه باب واحد وهو الاستخارة الآن جاء النبوي قال أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات أوقات الشدة وجدير بنا أن نحفظ هذه الأذكار لما تبر به أمتنا من شدائد ومتاعب ومصائب ومصاعب أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في أسماعينا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك أن تفرج قرب إخواننا في غزة وفي لبنان اللهم فك حصارهم وسدد رميهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل عائلهم اللهم اقسم عدوهم اللهم اقسم عدوهم اللهم إنا نستودعك أمة حبيبك محمد اللهم إنا نستودعك بلدنا هذا اللهم إنا نستودعك أردننا هذا اللهم هذا البلد اللهم بلدنا هذا اجعله سخاء الرخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين هذا وصل الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة